حزام عربي يطبقه النظام السوري منذ عشرات السنين لتغيير ديمغرافية كردستان سوريا تكمله سلطة الوكالة حزو الاتحاد الديمقراطي بيادة تنتهجه وتطبقه الفصائل السورية المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها فما هي حقيقة عمليات التغيير الديمغرافي المنظمة في كردستان سوريا وما هو دور الأطراف التي تشارك فيها إلى جانب النظام أظهرت الحرب في سوريا منذ بداية الثورة السورية عام 2011 خفايا نوايا النظام السوري والجهات المشاركة إلى جانبه في تغيير هوية كردستان سوريا الديمغرافية ودور كل من ميليشيات بيادة والفصائل السورية المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة لتنفيذ هذا المخطط الممنهج متى بدأ النظام السوري بتطبيق خطته المنظمة وما دوره في التغيير الديمغرافي دأب النظام السوري منذ استيلائه على الحكم في إحداث عمليات تغيير ديمغرافي كبيرة تجلت في مشروع الحزام العربي الذي بدأ تطبيقه عام 1973 حيث نقل السكان العرب من من غمرت مياه سد الفرات قراهم وقام بتوطينهم في مناطق الجزيرة بكردستان سوريا في شريط حدودي بطول 300 كيلو متر وعرض يصل إلى 15 كيلو متر وأغراهم بتوزيع أراضي أملاك الكرد عليهم والكثير من الامتيازات فما هو دور ميليشيات بيادة في التغيير الديمغرافي بكردستان سوريا منذ استلام ميليشيات بيادة سلطة كردستان سوريا من النظام السوري كسلطة وكالة شخفت تلك الميليشيات بتكريس مستوطنات العرب الغمر بتزويدهم بكل الخدمات الممكنة لضمان بقاء العرب على حساب الكرد الذين دابت هذه الميليشيات على تهجيرهم قصرا نتيجة لجرائمها وانتهاكاتها وأفعالها الممنهجة وسياساتها المفرطة في قمع المعارضين الكرد لسطوتها الرهيبة والمعادية للشعب الكردي وأجنداته واستهداف كافة نواحي الحياة بما فيها إنهاء الحياة السياسية والحريات كيف جسدت الفصائل السورية المسلحة التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية عمدت الفصائل السورية المسلحة منذ مشاركتها وسيطرتها على مناطق عفرين سريكانية وجريسبي إلى جانب تركيا في عمليتين عسكريتين بحجة ملاحقة تنظيم باككا وحماية حدودها إلى تنفيذ انتهاكات وجرائم وعمليات استيلاء على أراضي وفرض إتاوات والسياسات الممنهجة لتهجير من تبقى من الكرد في هذه المناطق الكردية واستخدمت تلك الفصائل عوائلها وأهاليها ونازحين من مدن سورية أخرى وأسكنهم في ديار الكرد وحقولهم وبنوا لهم المستوطنات في عملية ممنهجة أخرى تستهدف الوجود الكردي على أرضه التاريخية على غرار النظام السوري ويتساءل مراقبون كرد ما هو الفرق بين أن تقيم الفصائل السورية المسلحة مستوطناتا في عفرين وتوطن النازحين السوريين العرب والتركمان فيها وبين حرص ميليشيات بييدا في حماية مستوطنات العرب الغمر في محافظة الحسكة ألم تكرس ميليشيات بييدا ذلك التغيير الديمغرافي؟ أسئلة كثيرة وأجوبة يجسدها الواقع المريض الحالي بكردستان سوريا اشتركوا في القناة